رئيس علي عبدالله صالح عنصر قائم ومشارك وفاعل من مربع الشرم صحيح لأنه الرئيس علي عبدالله صالح دايه تدرس في التقلب يعني لو قلت لي وجهت نظر رئيس على عبدالله صالح تحالفاته وعملت لي تحليل مطول سأقول لك تستمر ده الساعة كام لأن تحالفاته دي الساعة أربعة غير الساعة خمسة والعصر غير المغرب وبالليل غير بالنهار هذا الشخص يتقلب على مدار الساعة فبقى مرهق تماما من تشعارب بالضبط في تعامل معه ازاي الأمر الثاني هو تحالف مع الحسين لضرب الإخوان المسلمين وبعدين تحالف مع الإخوان المسلمين للتوازن مع الحسين وبعدين يتحالف انت تداشى تدرك لو عشر تلاف دكتوراه لن يستطيع انهم يدركوا تحالفات ما يسمع بالزاعة أو يتوقعوا خطوطه القادمة نهائيا ويحالفك بالليل ويحارفك بالنهار فالشيء إنما خطورة على عبدالله صالحي أنه لا يزال قوي أنه من الفعالين الأساسيين إنما الأخطر أن تحت حوزته المنظومة الصاروخية للجيش اليمني صحيح وبالتالي يمكن لهذه الصواريخ أن تصل لا قدر لا إلى الرياض أو إلى مناطق في العمق السعودي إذا ما تم تسربها إلى الحسين أو وضع تحت يد الحسين طبعا لك